دكتور يعني في اليوم العالمي ليه الرواية العربية يعني عاوزين نعرف من حضرتك إزاي أثرت الرواية المصرية في صناعة الثقافة في مصر تحديداً ويمكن إحنا عندنا طابع مميز الثقافة بالنسبة لنا مش أداة مكملة لأن الثقافة بتعبر عن الهوية المصرية طبعاً بشكر حضرتك جداً وبقول للشعب العربي كله احتفاء عظيم بينتصارات أكتوبر كل سنة وإحنا جميعاً بخير الانتصار الثاني اللي حضرتك ذكرته النهاردة وحضرتك ذكرته بأنه اليوم العالمي للرواية اعتمد على حصول نجيب محفوظ هذا الهرم الرابع بالنسبة لنا في كتابة الإبداع بشكل عام والرواية بشكل خاص أن يسمى هذا الاسم بالرواية العالمية اعتماداً على فوز نجيب محفوظ نفسه في 12 أكتوبر 88 من القرن الماضي على جائزة نوبل في الرواية أولاً هذا الاحتفاء وهذا اليوم يؤسس ويجذر ويؤصل ويقول لمصر شكراً على أن مبدعينك وصل للعالمية لأن العالم العربي كله اتكأ على الرواية المصرية خاصة ورواية نجيب محفوظ كأساس لأن كل الرواية العربية اتطورت من خلال الرواية المصرية وخاصة كتابات نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم العربي هتلاقي نجيب محفوظ وبالتالي أرى من وضية نظري الأستاذ أو إعماد الكتابة الرواية في العالم العربي نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة الجميع يرى فيه رؤى جديدة في الكتابة رؤى جديدة في الدراسة لأنني أريد أن أكد في البداية أن نجيب محفوظ لم يكن كاتباً عادياً هو كاتب استثنائي في تاريخ الرواية العالمية لأنه بدأ أولاً يؤصل للتاريخ الفرعوني في رادوبيس وعبث الأقدار وكفاح طيبة ثم انتقل إلى مسألة الواقعية في الكتابة ثم انتقل إلى طيار الوعي ثم انتقل إلى الفانتازيا والعجائبية كل هذه التطورات في الخطاب الروائي استطاعنا جيب محفوظ أن ينقل الذي ذكرتها حضرتك ينقل الهوية المصرية الشخصية المصرية عبق التاريخ المصري ولكن من خلال بنية رواية متورة بنية رواية قابلة للتجريب كما نقول حتى في النقد الأدري فمعنى أن نقول 12 أكتوبر هو عام أو الاحتفاء العالمي بيئة الرواية هذا معنى احتفاء بيئة الرواية المصرية بيئة تحديد هذا معنى احتفاء بكاتبنا الكبير نجيب محفوظ كرمز مهم من كتاب الرواية على مستوى العالم الحاجة الثانية ربما حدك ذكرت مسألة التطور داخل الجنس الروائي نفسه ربما نجيب محفوظ لما طور وخد نوبل بدأت الترجمات العالمية كلها تتاجه إلى السياق الرواية المصري والسياق الرواية العرب فلاقينا كتابات محفوظ مترجمة إلى معظم لغات العالم لقينا بعد كده كتاب عرب مهمين بدأت كتاباتهم تترجم إلى مستوى العالم ولكن كلما تطورت التكنولوجيا خاصة من سنة التسعين بدأ هنا السياق الرواي والسياق الإبداعي بشكل عام يحتك بالإبداعات الجديدة ويحتك بالتكنولوجيا الرقمنة وبالتالي ظهرت لنا في الأولين الأخيرة ما يعرف بالكتابة التفاعلية بمعنى نجد رواية تفاعلية نجد قصة قصيرة تفاعلية نجد مقال تفاعلي نجد مصرح تفاعلي وده معناه أن التكنولوجيا كرقمنة والتكنولوجيا كوكاكمبيوتر بدأ الكتاب يعتمدون على الكتابة من خلال صفحاتهم من خلال الصفحة الزرقاء والاعتماد على أن المبدع لم يكن فقط يعني عالماً بمسألة الكتابة الورقية الألفاظ ولكن لازم كمان يكون عارف تكنولوجيا عارف كومبيوتر لازم كمان يكون عارف تصوير كان تصوير سينماي أو غيره لازم يكون عارف مسألة المنتجة لازم يكون عارف مسألة التصوير كل ده نقل الرواية بالتحديد الرواية والقصة والسرد والشعر إلى مسألة ما يعرف بيئة الأدب التفاعل ولكن بشرط أن بدل من قول نجيب محفوظ ويوسف إدريس وطاح حسين والعقاد والمجموعة العظيمة الرواد الكبار دول هم الذين يكتبون النصوص فقط لا المتلقي أو القارئ في كل دولة من العالم ممكن يشارك المؤلف التأليف